شاهد أهلا أهلا جديد هيني مبتسم أنا عشان التفاؤل والإيجابية حلو طيب احكينا اليوم شوفي عندك في عنا مجموعة أخبار تصدرت مبارح مواقع التواصل الاجتماعي وبداية مع الخبر الأول أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدامة تزويد مختلف قطاعات بجميع احتياجاتها من المشتقات النفطية ووجه جلالة الملك خلال زيارته إلى مرافق عمان الاستراتيجية للمشتقات النفطية في منطقة الماضونة السبت الحكومة إلى استمرار تعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية والاستفادة أيضا من انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية وأكد جلالته على أن الماضونة منطقة استراتيجية ويجب الاستثمار فيها ورفع مستوى بنيتها التحتية لتصبح مركزا رئيسيا لقطاعي الطاقة وأطمأن جلالة الملك على المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية بالمملكة في إطار حرص جلالته على متابعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد وتفقد مخزون المملكة من السلع والمواد الأساسية للمواطنين الخبر الثاني زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إحدى نقاط التفتيش المشتركة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشاركهم وجبة العشاء ورفقه في الزيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام أيضا شكر رئيس الوزراء عمر رزاز يوم السبت أمس المواطنين لالتزامهم بتعليمات حظر التجول الشامل وبقائهم في منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع وقال الرزاز عبر التويتر شكرا لكم لالتزامكم وبقائكم في منازلكم خلال عطلة نهاية الأسبوع أبناؤنا حتى وهم في ظل الحظر وفي بيوتهم يستطيعون أن يحلقوا بطائراتهم الورقية عاليا الخبر الأخير ويوم أمس كشف وزير الصحة الأردني سعد جابر عن تسجيل ستة حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمال المصابين إلى 413 حالة كما أعلن عن تسجيل أربع حالات شفاء جديدة ليبلغ عدد المتعافين 269 فيما بقي عدد الوفيات سبعة وأوضح جابر في الإجاز الصحفي اليومي أن أربع من المصابين الجدد سائقوا شاحنات تم اكتشاف إصابتهم على الحدود ونقلوا إلى مستشفى الأمير حمزة أحدهم سائق مصري وآخر باكستاني كما سجلت إصابة طفلة عمرها عمان ونصف العام كما دع المواطنين إلى عدم تهافتي والتدافع في الأسواق بعد انتهاء من فترة الحضر الشامل الذي أقر لمدة 48 ساعة وطلب جابر خلال الإجاز الصحفي من المواطنين اتباع إجراءات الوقاية والسلامة مع فترة انتهاء الحضر الشامل هيك نكون وصلنا نهاية فقرة تريند لليوم شاهد يعطيك ألف عافية يعني بدأت بكل الأخبار اللي جهست لنا ياها أخبار جميلة واللطيفة يعني تم تداولها يوم أمس وكلها يعني أخبار بتخلينا نكون متفائلين في القادم صحيح يعني شفنا كمان بالنسبة لموضوع الأخير وهو عدم التهافت إلى الأسواق اليوم دعا رئيس الوزراء عمر الزاز لهذا الموضوع عفوا وزير الصحة نتمنى يكون في وعي مسؤولية دائما بنحكي هيك يمكن الفترة طالت ولكن ما بدنا نزهج ما بدنا نمل شاهد خلينا دائما صابورين صبر مفتاح الفرج وهلأ بدنا نمل شاهد